بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بحول الله تبارك وتعالى أتناول معكم آيات أو سبب نزول آيات من سورة الضحى يقول ربنا سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من لولا ولسوف يعطيك ربك فترضى إلى غاية هذه الآية هذه الآيات ورد في سبب نزولها ما جاء في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله ويقال له جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ليلتين أو ثلاثة فلم يقم من الليل يصلي سيدنا عبد الله جندب من عبد الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اشتكى يعني مارضة مرض فلم يقم الليل ما قامش الليل حوالي ليل ثين أو ثلاث ليالي فقالت امرأة من قريش وقيل أن هذه المرأة هي أم جميل زوجة عمه أبو لهب هذه المرأة ماذا قالت؟ قالت الرسول عليه الصلاة والسلام ما آراك إلا قد قالاك صاحبك وفي رواية قد قالاك شيطانك قالاك يعني بعد عليك هي تقصد جبريل عليه السلام قالت له مدام ما نطلش تصلي قيام الليل معنى ذلك أن جبريل رأى هرب عليك وسمح فيك وتركك فأنزل الله تبارك وتعالى شوف سبحان الله يقلت كلمة برك لكن رب العالمين أقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى والضحى أقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى فقال عز من قائل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا يعني ما ودعك ربك يا محمد وما تركك ربك وما قلاك ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فأعطى الله تبارك وتعالى لنبيه أعطاه وأرضاه فإذن هي المجرمة قالت كلمة لكن رب العالمين رد عليها بهذه الآيات المتسلسلة الخالدة إلى قيام الساعة هناك المسألة يا إخواني الكرام صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مسألة قيام الليل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هل كان قيام الليل واجب عن النبي عليه الصلاة والسلام للعلماء فيها أخوال بعض العلماء قالوا قيام الليل واجب عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوقت اللي رب العالمين أمره فقال يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلا فقالوا قيام الليل كان واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام وواجب على أمته ثم نوسخ بقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقوله فتاب عليكم إذن كان واجب بعد ما ولمه واجب القول الثاني قالوا أنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام فقط والقول الثالث أنه ليس بواجب وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأظهر من أقوال أهل العلم أن قيام الليل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لأمته ليس بواجب لأن الله عز وجل يخاطب نبيه وحبيبه صلوا عليه عليه الصلاة والسلام فيقول وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكِ ربي قال نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إذن هنا السؤالي نطرحوه يا إخواني الكرام لماذا مدام قيام الليل ليس بواجب لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل العلماء قالوا كان يقوم الليل وكان يعوض إلى كان مثلا ما صليش مثلا كما يقولوا كيكون مريض ما يصليش كان يخلف هذه الركعات يخلفها بثنتي عشرة ركعة إذا فاته ورده من الليل يصلي مكانه تنتي عشرة ركعة في النهار إذن السؤال الذي نطرحه لماذا النبي عليه الصلاة والسلام مدام قيام الليل موش واجب عليه كان يقوم الليل قال العلماء لأنه كان أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى هو الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية فمن شدة علمه بالله ربي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لي ذنبك الإنسان قد ما يعرف المقام تعربي يكون من أهل الله يكون من أهل الذكر يكون من أهل الاستغفار يكون من أهل قيام الليل فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف مقام الله وقدر الله سبحانه وتعالى ولذلك كان يكثر من قيام الليل عليه الصلاة والسلام وكان يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضها يا عائشة ذاريني أتعبد لربي يا عائشة ذاريني أتعبد لربي ولما انتكلموا على قيام الليل تعالنبي يا إخواني الكرام عليه الصلاة والسلام ليس كقيام أحدنا قيام الليل تعالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كقيام أحدنا كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا صلى الله عليه وسلم يعني شوف قيام الليل هو سنة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك شوف كيفاش كان يتقن هذا الركعات انتع قيام الليل لا تسأل عن حسنهن وطولهن حتى يقول سيدنا ابن مسعود يقول رضي الله عنه يقول لقد هممت الليلة بسوء قال للصحابة اليوم كنت راح ندير بدعة كبيرة سوء كبير قالوا له وش راح ندير قال لهم صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فأطال في قيامه وركوعه فهممت أن أنصارف وأتركه يعني ما قدرتش نصلي مور الرسول عليه الصلاة والسلام وكما جاء في حديث آخر أحد الصحابة أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل كبر فكبرت خلفه فقرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة فقلت يركع في المئة قال فأتمها فقلت يركع عند تمامها قال فدخل في صورة النساء فقلت يركع في المئة هذه في ركعة واحدة ثم أتمها ثم قرأ آل عمران وأتمها ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم سجد فكان سجوده قريبا من ركوعه حداش حزب الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها في ركعة واحدة مع طول الركوع وطول السجود هذه مش في رمضان في غير رمضان هذا كله نافلة له عليه الصلاة والسلام هذا الحديث له بقي بحول الله تعالى وقوته أقول هذا أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته